موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً لكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم دير بالب البرنامج الصحي البرنامج تغذوي البرنامج الرياضي اليوم عندنا بعض التمارين نتكلم عن الركبة ومشاكل الركبة وأيضاً نعطيكم بعض التمارين اللي تقوي عضلات الركبة في ناس وادي تمارس رياضة خاصة خصيصاً شباب اللي لعبون الكرة من هوات الكرة طبعاً ما يحمون على طول يعني ما يكمل خمس دقائق على طول يبدأ يلعب بعدها بينضر بصور عنده مشاكل رضوض عضلية أو مشاكل في الأربطة أربطة المفاصلة فأنا أنصح لأي شخص أي لاعب وعنده شغف في لعبة الكرة ويحب يلعب كرة أنا أنصحك نصيحة أنك تمارس تمارين الأحماء تمارين الإطالة لأنه من غير تمارين الأحماء وتمارين الإطالة مئة في المئة رح تنصاب ما في غشمرة هذه وبعدها في ناس تسوي عملية الرباط أول شهر الدكتور يقول له ريح ستة شهر أو ثلاثة شهر يكمل شهر على طول الحبيب داخل الملعب قاعد يلعب وهناك يطيع بعد في الملعب فهذه المشكلة قاعد تصير ما قدر أهد اللعب لزن ما تقدر تهد اللعب أحسن تهد اللعب مدة تقريباً ثلاثة شهر مع التمارين مع التقوية ولا تهد اللعبة هذه طول حياتك اختار عد هذه شيء عدك الله ما عطني عقل الدكتور لما يقول لك وقف لازم تستمر على العلاج الطبيعي لازم تقوي مفاصلك تقوي عاضلات الأرجل خلاص أتشوف البلعب أصدقاء يلعبون خلاص يصير عندي نوع من هوس أنسي شغل أسمي الأحماء ما تحمون هذه المشكلة قاعد تصير نقطة واحد مهمة أي واحد يريد يقوي الأرجل عنده وعضلات الرجل يكون لياغ تقوية لازم يسوي تمارين تقوية الأرجل سواء في الصالة الرياضية سواء في البيت ضروري جداً جداً إذن نحن موضوعنا الثاني نتكلم عنده هنا الكبد وراح بنكمل اليوم موضوعنا أمس ما قدرنا نكمل الموضوع عشان سحفة الاتصالات وكان الوقت بسرعة يمر ما عندنا شيء إن شاء الله ناخذ سؤال المسابقة ونرجع لتمارين الركبة ترجمة نانسي قنقر 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 سواء الأشخاص اللي هم عاملين عملية قطع الرباط أو أي عملية الركبة أو عندهم خشون هذا أعطيكم بعض التمارين تساعدكم خاصة الأشخاص اللي يحبون الكرة وما يحمون عندهم ضعف في عضلات أربطة عضلات الأمامية عضلات الخلفي رح بنعطيكم بعض التمارين هذه تفيدكم إذا تسوونا في اليوم مرة أحدة أو في الأسبوع ثلاثة أيام تسوونا كل تمرين تسوونا تقريبا خمسة عشر واثنائش تكرار رح بيفيدكم وايد 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 إذن نحن أول شيء قبل أن نبدأ أي تمرين أي تمرين في المنزل مثلا قاعد فيه شغلة يسمى الأحماء الحركة الأرجل المشي وانت واقف مثلا في نفس المكان نمشي نفس المكان نحمي هذه تشوفوا الحركة هذه نسوي في البداية عشان نشط الدورة الدموية خلص هذه أول تمرين أحط حلو أحط أيدي كذا أنزل شوي عشان أقوي مفصل المفصل أنزل تحت شدي وأصعد فوق الثاء النزول لازم ظهر يكون ثابت راسي 90 درجة وهذا أمر مهم ما نزل كامل بس تقريبا 45 درجة أنزل شوي ناخذ شوفوا أبي أشوف الركبة هنا منطقة تحت المنطقة حلو ما نزل كامل ها أصعد كامل أنزل بس في نقطة مهمة جدا أثناء النزول لازم الركبة ما تعد القدم أصابع القدم ناخذ طبعا أبي الحركة كامل ياريت تعطوني الحركة كامل كامل لونج تعطوني عشان مع الحلو حلو إذن ممتاز شوفوا الركبة المفصل ما تعدي أصابع القدم إذا عدت رأي يكون ضغط على المفصل لكن الأصابع القدم تكون أمام أمام تكون عشان تكون ضغط كله على العضلة ما نزل شوي شوي شوفوا كذا بس هذي يتقوي المفصل نسوي خمستاش تكرار راسي تسعين درجة هذي التمارين تقوي الركبة خمستاش تكرار شهيق فهد سفير فوق حلو حركة اللي عقبها نسوي أنزل شوفوا الرجل أنزل شوي أصعد مرة ثانية زول صود أهم شي أشوف أصابع القدم إذا الأصابع ما شفته يعني قاعد أضغط على المفصل لكن أصابع القدم عندما تشايفها قاعد أضغط قاعد أشغل عضلات الركبة هذه التمارين كثير مفيدة لتشغل عضلة الأمامية هالمنطقة نفس سوف رجل الثاني نفس الشي أهم شي دائما ظهري مستقيم حلو ننتقل إلى الحركة اللي عقبها خطوة رجل أمام ثاني خلف أعمل كذا سنة ونزل تحت نفس الشي هذا تصاعد بايد تقوية المفاصل سي خمسطاش تكرار التمارين لعقبها المرجحة إلى الخلف هذه المنطقة تسين درجة واحد ونزل تحت هاي التمارين واد مفيدة حق تقوية الركبة خاصة الأشخاص اللي أمسين عملية الرباط يساعدهم واد هالتمرين سي خمسطاش تكرار التمارين لا تهملونها يا جماعة ترى كثير مهمة ضرورية جدا حلو أحيب النيلس على الكرسي النيلس على الكرسي وضعي تسعين درجة دائما هذه تسعين درجة راه ثابت خلني أرجع أشوف كيف الورق حلو زين الحركة هذه تسعين درجة ما تلف ريلك وايد لفيت وراء غلط فتسعين درجة شدي ظهرك ثابت الكرسي أنا ما أقدر أود لي وراء لأن الوضعية تتغير عشان ظهري ثابت تسعين درجة همشي تسعين درجة زين أرفع فوق أنزل تحت هذه تمارين نفس الشي حق عضلات المفصل فوق تحت أهم شي ظهري ما يكون من حليها ثابت سوي ترى فيه وائد ناس يا جماعة تحملها التمارين بالعكس التمارين كثير تفيد ولكن يبين لها وقت يعني يبين لها وقت النتاج تحصل النتاج يبين لها وقت تقريبا ثلاثة شهر أو شهرين في خلال شهر يبدأ النتاج هذه تشغل كل المفصل فوق تحت نفس الشي رجل الثاني نفس الشي واحد جميل هاي من الأفضل التمارين كل حركة سي 15 تكرار مثل حركة العقفة المد ريولنا فوق نزل تحت هني شوف الحركة هني أنا ما يبتق تقريبا 90 درجة يبتق هني شفتوا كيف رفع فوق مد نزل تحت إطالة واحد نين نين إطالة مهم جدا هذة المنطقة رح تشتغل تنتظر تقريبا خمس ثواني كل حركة أو عشر ثواني تقوي المنطقة هذه فوق واحد نين دايما لما تسيها التمارين تشد جسمك ظاهرك 90 درجة نفس الشي ريول الثاني نفس الحركة نفس الشي نبدأ فوق تحت فوق أثناء شد شرا 15 تكرار أربع حركة اللي عقفة نفس الشي الحركة بس أمد ريولي سيدة فوق هنزل تحت واحد نين نساعة عانا سويت شدي ثانيتها أحين لا أمد فوق فوق هنزل تحت واحد فوق نين شغل المنطقة كلها عشر تكرارات خلصنا نلف الرجل شوي صوب اليمين نفس الشي نساعة نساعة نلفها نفس الشي الخدم أيضا نفه كذا نفس الشي نساعة 15 تكرار التمارين صراحة أنا حاس الرقبة كل العضرات قاعد تشتهل عني هذه التمارين يا جماعة لا تحملونها إذن أنتم في الأسبوع إذا ثلاث ثلاث مرات تساعة كل حركة تسوين 15-15 تكرار هذه راح تقوي المفصل تقوي الأربطة تقوي العضلات عضلات الأمامية عضلات الخلفية مثل ما أنتم شفتوا مو شرط أنك تروح وصالة رياضية حتى في البيت تسويها التمارين بس يحتاج لك تكرار واهتمام جدا جدا مهم جدا هاي التمارين كثير تفيدك تقوي الأربطة تقوي العضلات تقوي المفصل عندك وتقيق من الإصابات أي شخص إذا يحب يلقى مثل كرة يعني عنده شغل في اللعبة وعنده يعني يعني يحب هوس في الرياضة فأنا أنصحك أنصحكم أنكم في الأسبوع ثلاثة يام تسوون هالتمارين أو تروحون تمارين جسما في صالة أو ترتعقون في صالة رياضية وتسوون طبعا في الصالة في واحد أجهزة فعندكم جهاز المرجحة الأمامية المرجحة الخلفية عندكم الجهاز السمانة هذي مالبطات هذي التمارين واد مفيدة عندكم جهاز اسمه دفش الليغ بريس هذي كلها تساعد تقوي الأربطة نقاط واد مهمة أول شيء تقيكم من الإصابات لما تلعبون حتى لو أي حدي يضربك شي في غيرك ما يصير فيك شيء لأن أنت يعني خلاص قعد تمرن شسم ريولك قعد تتكون الأربطة والعذرات والألياف هذا قعد تقوي تقوي المفصل المفصل عندك فأحماء مهم جدا أبدا لا تدخل الملعب من غير ما تحمي وهذا المشكلة بصير قد تصاب قد تصير عندك خطع في الرباط قد يكون عندك خشونة يعني هذي نقاط وايد مهمة نديروا بالكم يا جماعة وإذا عندكم أي استفسار إن شاء الله راح بنرد عليكم نحن بنتقل حين فقرة تمارين للياقة البدنية فإلى هناك مرحبا بكم أعزاء المشاهدين في فقرة تمارين اللياقة البدنية ونصائح الرياضية اليوم عندنا تمارين حرق الدهون وشد نفس الوقت تمارين المنزل ما يحتاج لك شيء هذا التمارين ممكن تسويه في أي مكاعد في حديقة في البيت أي مكاعد فقط تحتاج دمبلز هذي تحتاجه فقط وما عليكم لتمشون وتسوون التمارين كل حركة بتسوي عشر تكرارات وإذا يعني مع مرور الأسابع نزيد من عشر إلى 12 إلى 15 إلى 20 كل ما نزيد تكرار عالي كل ما يشتغل الجسم نحن نحن نحرق ونبني نحرق ونشد نبدأ أول حركة حط أخذ الدمبل على طول الحريتين أمسك الدمبل أنزل تحت ما نزل نهائيا نحن خلاص هنا قعد الجسم الدورة الدموية قعد تتنشط وأنا قعد أحرك جسمي وأيضا أحمي قعد أحمي كنك قعد تمشي نفس الشي حركة الأرجل يعني معناتها في حرك نسوي هذه في البداية 20 تكرار نخلص من 20 تكرار على طول نروح نحرك نيبع على كتف نفس الشي شوفوا نفس الشي الحين رح أبدأ أشغل عضلة الأكتاف العلوية أحرك وأشد واحد اتنين ثلاث أربع خمس عشر تكرار سبع ثمان دسع عشر أنزل خمسة أبدأ الأكتاف الجانبية ريح شوفوا أنا قاعد أتحرك ما في وقوف ما في ثبوت على طول الجسم قاعد أتحرك أبدأ أكتاف الجانبية واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع نوم تسع عشر راحة الحركة هذه كأنني قاعد أمشي قاعد أمشي الدورة دموية والعضلات كلها جاهزة للتمرين أبدأ الكتف الأمامي واحد ثاني ثلاث أربع خمس هذه الكتف الأمامي أريح أحرك رجلي أبدأ أحين تمرين الذراع ألف الدمبل أجهز نفسي أبدأ واحد ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان دسع عشر أريح الرجل موقف لا تتحرك هذه يسمونه حرق الدهون هذه الحركة تحرق الدهون حركة ثانية للذراع واحد نين راف أربع خمس ست سبع ثمان تس عشر ريح رجل حرك حركة التناوم بالدمبل للذراع واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست خلص عشرة ريح أحين بننزل نروح نفس الشيء هذه عاد نذب واحد فوق اثنين ثلاث أربع هاي تبرين الظهر خمس عشرة تكرارات نفس الشيء خلص نفس الشيء ظهر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع كمون تسع عشور خلصت وسوي تمرين الضغط العسكري مهم جدا ننزل تحت بالأرض تمد تنزل واحد إذا تقدر تسوي عشرة يسوي إذا ما تقدر الرجل المستقيمة ممكن على الركبة كلها تشتغل هذا التمرين يشد ويحرج عضرات الدهون سوي كذي عشر فإذا نحن دعنا نحرك كل جسم بالأصدر أحايل بنرجع من العبطن بطن العبطن نحن نستغل الفرصة نشتغل أسفل عضرة وفوق أمام نحن هالحركة هذي تشتغل العضرة الفوقية بتاعت العضرة التحتية نسوي نسي شي عشرة ها التمارين كلها وفيدي الحارق وشد أوكي نسوي الخاصر كمرين خاصر عشرة شوفوا التوارين هذا كلها مفيدة إذن كل تابرين نسوي عشرة 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 حركة الرجل تستمر ما توقف أتمنى الفقر عجبتكم نلقاكم في فقرات ثانية ودائما أقول دير بالك عشرة عنا لكم حبائبنا مثل ما انتم شفتوا التمارين هذه وايد مفيدة وأيضا إن شاء الله نحن معاكم اليوم راح يستقبل اتصالاتكم ودعنكم أي استفسار بخصة التغذية والرياضة راح معانا الأستاذة فتحية الراشدية أخصائي التغذية علاجية مرحبا أهلا سهلا فيكم ومساءكم ورد أيها شاء الله شكرا الحمد لله تمام الله يسهل وعافي كيفك أنت على درجات الحرارة أستاذ حرارة أمس ألف اليوم سبعمية لماذا أمس كنا نتكلم عن دهون الكبد ما عسعفنا الوقت نحن نكمل دائما نيود يومين اليوم الأول مع حكم الاتصالات إن شاء الله رح نستقبل اتصالاتكم ولكن بعد ما نخلص الموضوع عشان ما نلخبط لأننا نتكلمين شوي ناخد اتصال من ديش مرضاني عشان نعرف كل الكامل موضوع نخلص الموضوع كامل وأيضا إن شاء الله رح نستقبل اتصالاتكم في الأمور الصحية جميعا إذن نحن يعني باختصار نقول طبعا نعرف أن الكبد هو نحن نتعرف عن الكبد نعطيهم ملخص عن اللي تكلمنا عنه تقريبا من أمس تكلمنا أن الكبد هو أكبر عضو في قسم الإنسان حيث يزن مثلا من كيلو ونص إلى 2 كيلو تقريبا وهو يقع على الجانب الأيمن تحت الحجاب الحاجز على نفس الخط الحجاب الحاجز فذلك إذا في ألم أحيانا يكون في الجانب الأيمن لأن الكبد يقع في الجانب الأيمن ولخصنا بعد عن وظائف الكبد اللي أهمها هي التمثيل أغلب الناس ممكن تعرف أن الكبد تقوم بوظائف عديدة جدا في الجسم تقوم بالتمثيل الغذائي للكربوهيدرات أو السكريات نشوف الآن في الصور ممكن نشوف الآن موقع الكبد في جسم الإنسان ما شاء الله كبير يعني حاجز كبير ماخذ حيز كبير من تحت على تحت الحجاب الحاجز هو باليمين يكون أيوة على الجانب الأيمن طبعا من زين بعدين قلنا أنه الوظائف الكبد شوفي هنا هذه الصورة قبل أن نح ؟ هذه مراحل تليوف الكبد أو مروحل الكبد الدهني لما يصل للا تليوف الكبد يعني الكبد أول شيء تكون سليمة وبعدين يصير لها تجمع الدهون في المرحلة الثانية كتبا السليمة اللي تحت لا اللي فوق من على اليسار الآن لما أراها الشاشة من على اليسار فوق هناك الكبد سليمة وبعدين فوق تجمع بسيط بالدهون اللي اسمه ستيوتايتس بعدين شوية يصير لها تقمع أو التهاب بعد تقمع الدهون مستمر يصير التهاب يؤدي إلى التليف وهي المرحلة الأخيرة هناك شفنا في المرحلة الأخيرة تليف تشمع الكبد وحيانا هذا المرحلة الأخيرة ممكن أنه غير قابل للإسترجاع لأنه خلاص تكون وصلت لمرحلة أنه يعني ما نقدر نسترجع الوظائف فكثير تكون ممكن تؤدي إلى سرطان الكبد أو حتى إلى يستدعي زراعة كبد أو كذا مثل هل الكبد يعني أيوة هذه الصورة تبين بعض من وظائف الكبد كما قلنا تمثيل غذائي للكربوهدرات وتنظيم السكر في الدم وبعد نفس الشيء تقوم الصورة اللي فوق أنا أقصد نفس الشيء تقوم بتخليق بعض البروتينات مثل البروتينات التقلط والبروثروم بين وغيرها والصورة التحت تبين التليف التليف أو الندبات التي تصير داخل خلايا الكبد يعني لما تكثر الدهون حولها ويصير الالتهاب يصير ندبات بدل خلايا يعني تحل الندبات أو التليف بدل الخلايا فلذلك يعيقها من أداء عملها بشكل صحيح طبعا من ضمن خلايا أيوة من ضمن وظائف الكبد نفس الشيء من ضمن وظائف الكبد هو كما قلنا يعني عوامل تقلط مثل البروثروم بين وكذا وغيرها بما أنها من ضمن وظائف الكبد هي هضم الدهون وامتصاصها وبعض البيتامينات الذائبة في الدهون فهنا يصير الخلل يعني لما نحن نجي على التغذية العلاجية بعدين بنعرف بعد شوي إيش التغذية العلاجية أو عشان نحافظ على ما تبقى من وظائف الكبد الدهون تلعب دور أساسي تخفيض الدهون هو دور أساسي في التغذية العلاجية لأمراض الكبد أيوة من زين زين الإجراءات ما هو الإجراءات الوقاية أيوة طبعا الإجراءات الوقاية هو أول شيء صح نسينا نقولهم أنه هذه أمراض الكبد أو الكبد الدهني أكثر عن الأشخاص البدناء يعني أمس قلنا لهم أن الناس اللي عندهم زيادة في الوزن يعني يكون مثلا هم اللي أكثر معرضين للإصابة بالكبد الدهني نفس الشيء هناك في بعض عوامل الخطورة مثل هي الكولسترول ارتفاع الكولسترول ارتفاع الدهون الثلاثية السكري عوامل مرضية أخرى مثلا كبر حقم البطن أو محيط البطن أو محيط الخصر كلما كان زيادة كلما كان يعني هي ذمن متلازم الأرضية كلما كان عرضة أكثر أنه يصاب بالإلتهاب الدهني أو الإلتهاب الكبد الدهني غير الكحولي وصح نحن نقلنا فيه نوعين يعني نقلنا الإلتهاب الكبدي الدهني الكحولي والإلتهاب الدهني الغير كحولي فنحن نركز على الغير كحولي وإن شاء الله الحين بنعطي بعض الإجراءات التغذية حلو أيوة من ضمن أوكي شين تعطينا بعد أيوة أول شيء أحيانا مريض الكبد خاصة الكبد غير مستقر يعني يريد أن يكون وجبات بدل وجبة كبيرة وجبات صغيرة ومتعددة خلال اليوم يكون نفس الشيء وجبات تكون خالية من الدهون بقدر الإمكان يعني طبعا الدهون موجودة أكيد في الأكل بس نقصد أنه مثلا ما ناخذ الأشياء المقرية وكذا والأشياء اللي عليها شحوم واللحوم الحمراء وكذا اللي عليها كثير يعني من الدهون الظاهرة نفس الشيء على حسب الحالة الشخص الصحية لأنه غالبا مرض الكبد الدهني أو التهاب الكبد الدهني الغير كحولي يصاحب بأمراض أخرى مثل السكري مثل أمراض القلب مثل أمراض أخرى يعني ممكن نحن نفس الشيء نضعه في عين الاعتبار بحيث أنه لما نجي نسويه لتخطيط غذائي أو تقييم غذائي يعني ما يطغى جانب على آخر يعني خاصة إذا كان هو مثلا عنده سكري مثلا نحن نريده يأكل كربوهيدرات بكميات يعني معتدلة مثلا أكثر شيء من اللي فيها ألياف يعني مش الكربوهيدرات مثل السكر الأبيض مثلا الخبز الأبيض وهذا نريده يأخذ من الكربوهيدرات الغنية بالألياف عشان تنظم عنده سكر الدم لأنه غالبا يكون عنده مقاومة للإنسولين نزين؟ فنرعي هذا الجوانب نفس الشيء كميه الكربوهيدرات وخاصة في كل وجبة عنده تخطيط لهذا المرض يعني نحن نأخذ نحن نتصال لحن شبهها خلصنا باقي شوي باقي شوي نحن نوصل لمرحلة التغذية نحن نأخذ كذا الاتصال بعد نرد عليهم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ الحمد لله والشيخ واركي وصحبك الله يسلمك يا عافيك حياك الله من معاي؟ صغر واحد سيف تفضل سيف الله تفضل علي فم سنة أقل بالأمج كنت ناقش الدهون لتخص الكبد اي اي قاعد نتكلم بعد تفضل ايو فقلت لاتانا واحد ينزل يعني وزنه يعني في وقت سريع ايوه هل قصدك يأتفع يعني تبقى تفضل سيف تفضل الله يفضل علي انا شكرا تنقل يعني الدهون حوال الكبد يعني قصدك ايوه قصده قصدك يعني الدهون الشخص اللي عنده دهون في الكبد ايوه لما ينزل وزنه هذي يخف قصدك ايوه ولكن اذا كان وزنه بصورة يعني سريعة بعد اذا نفس الشي تتكون دهون في الكبد يعني قصدك سيف اذا ينزل وزنه بسرعة ايوه ايوه ايش يحدث في الكبد قصدك تكون دهون في نفس الشيء ايوه يكون اللي عنده قابلية اكثر انه يصاب بالكبد الدهني والتهاب بالكبد الدهني صحيح ايش سؤالك ايوه امس هذا انا قلق من هذا الموضوع قناه اذا نحن نحن نسور يا الله نزل الوزن واذا بعد نفس الشي تكون الكبد تكون دهون فنعرف هذا الموضوع كيف شرحه بنوضح النقل ان شاء الله ان شاء الله وغاست يعني نزل الوزن لما الشخص ينزل وزنه يزيد نسبة الدهون في الكبد هو وزن ذكرنا بنقمهم ما جدنا ناخد اتصال غير السلام عليكم مرحبا اذا نحن ما ترسل معكم عليكم السلام حياك الله بخير الله يسلمك يا عافيك حياك الله الله يسلم معاك لك الشعر لن شاره مخلط عاد لكن معاك الحمد لله يعني طيبة عياك الله عياك الله من معاي معاك حمد محمد حمد فضل حمد أنا معاك ممكن قصر صوت التلفزيون تسمعني عن طريق الهاتف عشان مش صوت تتأخر يعني قصر بغاية تسهر عن لليات اللي تخبرت ذلك يعني الالياس 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 يعني الان السكر وكذا حمد حمد خلك بعيد من التلفزيون عشان الصوت يرجع لي مرة ثانية ويرجع لك حمد خلنا نأخذ التصال ثانية رجعنا أي إنسان أي شخص يشارك معنا يا أما يبتعد من التلفزيون أو يقصر صوت التلفزيون عشان الصوت ما يرجع له ما نقدر نسمع الصوت والسؤال واضح إذن نحن متواصلين معاكم ورح نستقبل تسؤالاتكم إن شاء الله نرد على سيف هو سيف عنده بس اللي فهمته أنه بس عنده تخوف نحن أمس كل يوم تقريبا نقول نفس الكلام أصلا أنه تخفيف الوزن بطريقة خاطئة خاطئة نحط تحتها ثلاث خطوط يعني تنزيل الوزن السريع اللي يعني مثلا نحن نوصي دائما وما نحن ما بيز على طبعا دراسات عالمية وتوصيات المنظمات العالمية في التغذية وفي الصحة هتوصي إنه ما ينقص الوزن أكثر من نص إلى كيلو بالأسبوع فقط يعني نحن نقصد بالتخفيض السريع اللي يضرب الجسم وممكن يعرضك إنك تكون أكثر قابلية للإصابة بالكبد الدهني هو فقد الوزن السريع مثلا واحد يريد ينزل في الأسبوع 10 كيلو هذا يعني يخليه أكثر عرضة إنه يكون يصاب مثلا بالكبد الدهني أو تقمع الدهون في خلايا الكبد لأنه كما قلنا من وظائف الكبد هي هذا ممتصاص الدهون نزيل فإذا صار في خلل يعني إذا صار في خلل في الكبد مثلا تقمعت فيها دهون وبعدين صار لها التهاب بعدين الدهون الثلاثية رح تتقمع أكثر بشدة يعني أقل بالدهون الثلاثية رح تتقمع في الكبد وبالتالي تكون عرضة أكثر هل يعتبر 10 كيلو في الشهر وايد يعني أيوة طبعا نحن دائما نخبر سيف أنه نحن نقصد أنه لتريد نقص وزنك عادي بالعكس عن تمارس رياضة وكذا بشكل منتظم وكل تغذية يعني أخذ لك تغذية متوازنة عن ثلاثة وجبات في اليوم مخفف لكن طريقة يعني مش رجيم خاطئ اللي يعني مثلا ما يأكل شيء في اليوم إلا خياره وروب أو ما يأكل إلا مثلا وجبة وحدة في اليوم يعني هذا الرجيمات الخاطئة أو يأكل بروتين بس أو يأكل فقط بروتين أيوة أو مثلا غذاء قليل جدا في الكربوهيدرات بحيث أنه ما يأخذ شيء أبدا اللي مثلا يعتمد على بعض الدهون اللي هو الأتكندايت هذا مضر جدا نزل وزنك من نص إلى كيلو بالأسبوع هذا شيء زين جميل جميل إذا نحن متواصل معكم إذا عندكم أي استفسارات خلنا أخذ التصالة واحد السلام عليكم مرحبا أيوة 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 أريد الأخصائية زين من معي؟ من معي الأخصائية معك من معي؟ اسمك؟ عندك أم أحمد من البرايمة أم أحمد والنعم حياتي الله تفضل أيوة أستاذ فتحية تفضل يا أم أحمد لو سمحتوا أستاذ أنت قبل يومين تكلمت عن 11 وكذا عن إيش؟ القاشع أيوة 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 كيف أنقاش اللي عندما نقرس أيوة لأنه هو في إيش بعد أسئلة؟ تفي سؤال ثاني؟ بس أنا أنقاشع يعني قصدك إذا زين ولا ما زين؟ أيوة يعني أنت عندك عندك النقرس أو حد عنده النقرس عندك؟ يعني حد بالجماعة أيوة إن شاء الله بنرد عليك إن شاء الله إن شاء الله نرد عليك إن شاء الله نأخذ بكالما ثانية السلام عليكم مرحب عليكم السلام يو 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 أيوة السلام عليكم أختي تفضلي أنت على الهواء أنت على الهواء كوش خليل ما آج برنامج دير بالك تفضلي أيوة أنا فاضل ممكن أنا فاضل أنت بتعنين عن تلفزيون تقصرين صوت تلفزيون عشان أقدر أسمعك صح؟ أنا فاضل إذا نشوف مكالمة ثانية أيوة تفضلي أبا أشترك اسمك أبا أشترك واضل نأخذ مكالمة ثانية سامحين نقطع المكالمة لأن صوتي رجع لي ولا أنا أسمع ولا أنت سمعين ف أي حد أي حد رجاء يبي يستفسر أو يبي يستفيد رجاء رجاء يعني انقصروا صوت التلفزيون أو ابتعدوا من التلفزيون عشان الصوت ما يسوي لنا وشوش لنا ولكم عشان نأخذ جميع استفساراتكم إذا نحن متواصلين خير نأخذ التصال السلام عليكم مرحبا السلام كيف الحال طيب بخير الله يسلمك حياك الله يا أهلا مراحب حياك الله اسمك اسمي أبو المعتصم أبو المعتصم تفضل بغي تشاركت برنامج تفضل تفضل سؤالك حياك استاذ كيف حالك طيب أحمد الله بخير الله يسلمك لو سمعت مثلا أنه واحد عنده سكري وصايم تقريبا ما يقارب تقريبا عشر ساعات كمل في هذه الحالة يضحك السكر يحصل السكر مرتفع رغم أنه يعني صايم عشر ساعات صيام بعد الأكل ينزل السكر بعد الوجبات يرجع للطبيعي يعني يعني وش السر يكون كذا مرتفع هل الكبد خزن سكر عندك تتعاطي أدوية يعني على أدوية السكر لا 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 بدون أدوية يعني الحين هو أنت مريض سكري تتكلم عن مريض سكري ولا تتكلم عن الشخص العادي لا الشخص العادي وكيف عرفت يعني شيكت السكر في الدم أيو نعم صارت له نوبة سكر كم كان السكر تقريبا يعني لما قلت يعني مثلا فترة صباح يصل سبعة ستة فاصل خمسة أيوه بعد تقريبا صيام ربعة عشر ساعة قبل الفطور كده بساعة يرجع للطبيعي يعني مثلا بمثلا أي واحد صايم حصله خمسة بونت خمسة أيوه نزل اتنين تهم طبيعي يعني عادي اتنين هم الأولي طبيعي والأخيري نفس الشي طبيعي ما فيه ما فيه أي ارتفاع يعني بالسكر لكن عادة على ما يكون اللطبة قيام سببتها عادة أنا صراح بالرد عليكم تقريبا أيوه إن شاء الله بالرد عليكم إن شاء الله السلام عليكم ناخذ اتصال يجمع وضحوا أسئلتكم عشان نقدر نفهمكم أكثر صح لا السلام عليكم المبيانات كامل عليكم السلام مساء الخير مساء النور حياك الله مرحبتين كوتش مشتورين على هالبرنامج المفيد والراية أنت الأروع الله يسلمك عافيك حياك الله الله يخليك من معك سيد الغافري سعيد والنعم سعيد الغافري تفضل سعيد يا مرحبتين الله يفضل عليك بخصوص وزن 168 وزنك وزن يعني والطول يعني نفس الشيء يعني ما أن تم تقول يعني طويل وعيد وزنك 168 يعني الوزن وصل 150 الحين مساء نزل يعني سعيد وزنك 150 حين الحين لا 126 واش يقال 168 زين سعيد وزنك 126 أيوة زين 126 وطولك تعرف طولك طول تقريبا 168 تقريبا 168 زين سؤالك سعيد سؤالي هل أنه طريقي يعني ما رفت رياض ضد عطلة الفجر مناطبه ولا لي بعد صلاة الفجر الفجر خلال خلال شهر طاضي هي نعم زين إن شاء الله هذي سؤالك هي نعم هذا إن شاء الله برت عليك إن شاء الله رب يحفظك الله يحفظك إن شاء الله إذن نحن نتواصل معكم أي حدي يشارك يقصر صوت التلفزيون أو يبتعد من التلفزيون عشان نسمع أسئلته واستفساراته بشكل صحيح ونرد عليه أتمنى من استقبل اتصالاتكم إن شاء الله نرد على باقي الأسئلة مثلا عندنا أم أحمد من براين قاعد تتكلم عن القاشة هي ظاهرة أنها سمعت حلقتنا عن النقرس طبعا لكل مرض هذا أهمية التقضية العلاقية إنها ستتناول بعض الأطعمة وعلاقتها والغذاء بشكل عام وعلاقتها بعض الأمراض فنحن كنا نقصد أنه في مرض النقرس في مادة يسمها البيورين أو البيورينات هذا البيورينات ترفع نسبة حمض اليورك في الدم هذا البيورين موجود في البروتين في اللحوم ومن ضمنها القاشة أو الأسماك يعني من ضمن الأسماك بس الأسماك الدهنية خصوصا وهذا القاشع والعوال يعني وجد أنه هناك نسبة كبيرة مرتفع في البيورين مرتفع في مادة البيورين هذه مادة البيورين تضر بمرض النقرس يعني تسبب له كثير من النوبات الحادة أو الهجمات التي تأثر فجأة يعني تأثر عليه كثير فنحن عشان كذا قلنا أن القاشع والعوال والأسماك الدهنية حتى الأسماك التي نحن مفروض نأكلها يعني تكون خطيرة على مريض النقرس وليس على البقية يعني مش ما شرط أنه المرضى الأصحاء أو الناس الأصحاء أنهم هم ما يأخذوا هالأشياء لا نحن الآن نتكلم عن مريض النقرس لأنها بسبب ارتفاعها في مادة البيورين لذلك ينصح الابتعاد عنها لأنها عالية في البيورين عشان يتقنب أي هجمات مستقبلية أو نوبات من الآلام النقرس أم أحمد هذه حق الأشخاص اللي عندهم النقرس الأخصائية تقول أنه بعض اللحوم الأسماك هذه ممنوع حق وضعية حالتهم بما أنهم عندهم مرض النقرس فالأشخاص العادين ممكن يأكلون نحن قاعد تكلم عن أشخاص نقصد باللحوم الحمراء حتى لحم الطأن والماشية وكل شيء والأسماك الدهنية حتى مثل السهوة السلمون التونة الأسماك الصغيرة هذه فيها صح فائدة كثير لكن نبغى ناكل منها بكميات قليلة جدا وحتى في النوبات ما ناكل منها شيء ومن ضمنها هذه اللي قلناها للقاشع والعوال حلو نزل أبو المعتصم يسأل السكر عند أثناء الصيام يقول خمس ونص أو ما أدري ستة ونص هو أنا اللي فهمت بعد العشر ساعات يقول واصل ستة وسبع هو حلو أنه جالس يتعمق في البايو كيمستري أو الكيمياء الحيوية تبع جسم الإنسان يحتاج له شوية يعني يتكلم ويعني يقرأ في البايو كيمستري أو الكيمياء تبع الجسم سبحان الله أنه هو يقول أنه لاحظ بس ملاحظة ممتازة يعني جيدة أنه أثناء فترة الصيام هو لمريض غير السكر هو الإنسان ما في سكري على حسب قوله أن الإنسان ما كان في سكري بس لما يجي يقيس يعني في البداية هو قصده يعني مثلا خلال ثمان ساعات يحصل يحصل مثلا السكر سبعة يعني لما يجي يقيس السكر ممزين؟ بعدين على قريب الإفطار أو العكس هو وقال تقريبا لا وقال قبل خمسة وبعدين سبعة بعد عشر ساعات يقيس هو قصد الصبح أنا ما أعتقد طرح خمسة ونصف وشيء شديد أيوه بعد عشر ساعات أثناء الصيام أيوه قصد ولقى سكر مرتبط أيوه شوية سبعة يعني قبل كان خمسة بالعكس قصده وبعدين صار سبعة فكيف كذا هو قصد العكس يعني مفروض يعني يكون أول شيء سبعة وبعدين خمسة طبعا هذا يعني كما انتقلت أن الكبد يدخل يعني نفس الشيء في الكبد موجود في شيء اسمه الجلايكوجين هذا الجلايكوجين الجسم يستخدمه يعني نحن خلصنا السكر تبعنا اللي كان موجود عندنا بعد ثمان ساعات يبدأ الكبد يعني ينزلنا الجلايكوجين الجلايكوجين على يحافظ مستوى قيد من طاقة فلذلك هذا أمر طبيعي يعني أنت أهم شيء أنك عندك السكر في الحدود الطبيعية ما يتعدى سبعة أو ثمائية ما فيه أي شكل ما فيه عندك أي مشكلة طبعا أنا حيي طبعا يفحص ما بين فترة وفترة عندنا مكالمة دولية السلام السلام عليكم السلام كيف الحال ما فيش حالك الله يسلمك يعافيك من معي ومن وين معك أخوك محمد من المارات يقول أنا عندي طلع مرحب محمد من المارات بفضل أخوي عطني سؤالك مصاب الفيروس في فيروس انك التهاب الكبدي قصدك التهاب الكبدي نعم التهاب الكبدي الله يسلمك تفضل كيف يعني نظر ما الغداء وبوضع حقا الآية تلعبك أزيك أزيك كم وزنك وطولك الوزن 95 طول 160 زين هل عندك أمراض ثانية مشاكل صحية ثانية لا لا إن شاء الله بنرد عليك إن شاء الله يأتيك صحي يا مرحبا الله يعافيك حياك الله سلام عليكم من آخذ اتصال مرحبا حابقين كوشكو حالك الله يسلمك أعافيك حياك الله الله عافيك صحي يا رب وياك إن شاء الله تفضل استفسار استفسار عضي اسمك عند الفحص إذا ممكن تفحص بحص السكري اسمك حبيبي اسمك الاسم حمد حمد سؤالك حمد تفضل سؤالك يعني يفطر إذا فحص السكري فحص السكري يفطر سؤال بس هذي يفطر نحن مو ما نقدر نقوله يقول يعني فحص السكر يعني يفحص السكر أثناء الصيام إذا عندكم معلومات بس إذا معلومات وقصده يعني أثناء الصيام الحين من الحين الفتو قلت بروا يفحص دمه يعني يفطر ولا لا لا ما أعتقد يفطر لا يفطر لا يفطر لأنه يعني لازم تقي السكر مالك من ثلاث إلى أربع مرات أثناء الصيام قاصل لإنسان السكر إذا إذا إنت مصاب بالسكر الإنسان مصاب بالسكر ما أعتقد يفطر خلموا لي بالله خلموا لي الله يسلامك عافيك إذا نحن متواصلين معاكم وحين الاتصالات بدأت شوي يعني ما شاء الله قسرون الصوت وهذه مزيل نحن طبعا جاوبنا بالمعتصم يعني طبعا أنا حييم نفس الشيء ما شاء الله زين الإنسان يبحث حلو عجبي أنا حلو اليوم أسئلتهم شيء علمية أوكي خلنا أخذ الصاق السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام عليكم الله يسلمك عافيك من معي الله يحييك يا أخي حييك رب اسمك حبيبي اسمك الاسم ناصر سمي ناصر ناصر لما تهرول تحس ألم في الرجل وهذا الباقي خلاص مو عندنا مشي يعني بضغط الصيم أيوه هذه أيوه آه الزين حلو تحس يمسكك ذاك المكان لا عرفت عرفت يسمونها السمانة يسمونها البطاط يسمونها عرفت الزين متى تحس يمسكك لما تمشي ولا لما تركض يمركض خاصة يوم أهرول حسلني في العلم يعني بدون خلاص يكون صي وخلاص بين كسر يعني آه الزين تشرب ماي أنت ولا يعني قصدي تشرب ماي أنت تكثر سواء شرب الباين في شرب رمضان ولا هامل والله قليل أكثر شيء ماي بس ماي تشرب يعني بس بالماي بس الزين يصير عندك هاي سمونا رضوض سمونا يعني تشنج عضلي في السمانة في البطاط هذه في الصين يعني فهمتك فهمتك الزين هذه بيجيك ألم وما تقدر تتخلص منه إيه وبعد فترة راح بيقل الألم شوي شوي صح أو لا إيه لما راح ترجع مرة ثانية هرول خلاص يروحي يعني بالبكرة مايقدر أمشي عال إن شاء الله أنا برد عليك أحسن أحسن متواصلي معاكم طبعا عنده إلم شد في السمانة في البطاط إذن نحن متواصلي معاكم إذا عندكم أي استفسارات نحن عندنا تقريبا نرد على ننتظر اتصاراتكم إذا عندكم أي استفسارات سعيد يقول وزنه 126 طوله متر و 68 ها سألني عن عن صلاة التراويح عن صالة الرياضة بعد الفجر لا إيه بعد الفجر سعيد أمس على ما أعتقد تكلمت ودائما نتعرفين استاذ نحن دائما ممنوع تبارس الرياضة بعد صلاة الفجر في رمضان ممنوع جدا لأن بتتعب بعدين يعني أنت عندك وراك تقريبا 16 ساعة لما تفطر خلاص الطاقة الكلت أنت لما تسحرت بعدين رح تصليت بعدين تروح الأكل اللي قاعد تاكله قاعد تحرقه لازم تخليه مخزون عشان يعني مدار الساعات القادمة عشان جسمك يتغذى فأنا ما نصحك أنك تمارس الرياضة بعد صلاة الفجر بعد صلاة التراويح بعد الأفطار بساعتين بعد صلاة بعد العشة بساعتين لكن أما تمارس الرياضة بعد صلاة الفجر عندك 16 ساعة طب أنت مارس ساعة بعدين الأكل لكلته راح بعدين من وين تي بأكل هذه المشكلة يصبح بعدين بتتعب يصبح لك مشاكل فأنا على إيش يعني على إيش عندي وقت بعد صلاة التراويح عندي وقت بعد العشة هذه أنا يعني قبل الأفطار أو صلاة الفجر أو الظهر نحن ما ننصح فيه ولا أطباعة ما ننصح فيه نأخذ الاتصال السلام عليكم الله عليكم السلام كيف الحال اسمك أخي الكريم حيات الكريم الله يسلمك اسمك أبو مؤيد أبو مؤيد لينعم تفضل سؤالك أبو مؤيد تفضل لينعم تفضل أنا حبت أشارك بالبرنامج تفضل أسأل لو سمحتنا ألو نعم نعم نسمعك أبو مؤيد أنت على الهوى تجد دامك تلفزيون قعد أمم تلفزيون أبو مؤيد بشكله ومركز معنا مزيد مزيد محمد بالإمارات طبعا عنده فيروس على ما ترد سي عن الهبتات السي يعني عنده الالتهاب الكبدي الوبائي طبعا هذا النوع من الالتهابات الكبدية التي تصيب الكبد ويكون عادة المريض على الأدوية وكذا يعني متوائم معها أو متناسب هو يسأل عن التغذية المناسبة له أيوة هو عنده طبعا 95 كيلو وعنده سمنة طبعا 68 تقريبا 30 كيلو زيادة عنده أيوة أو 20 كيلو أول شي ننصحك أنك تنتظم إذا كان في أدوية طبعا تنتظم على الأدوية وتشيك دائما يعني للفيروس إذا كان تشوف يعني مع الطبيب تراجع أمور طبية مع الطبيبك ثاني شي فيما يخص الأكل يجب أن تأكل يعني وجبات متعددة وصغيرة يعني ما تأكل وجبة كبيرة عشان تفادي لزيادة الالتهاب أحيانا يعني لما الواحد يعني يصير ضغط على الكبد لأن أنت عندك الالتهاب الالتهاب بمعناها شي في الكبد يعني الكبد مريضة يعني عندها خلل فنحن لما نجهدها نأخذ وجبات كبيرة وخصوصا وجبات الدسمة ها يتأثر على كفائتها ويتعبها زيادة ممكن أنك تكون عرضها أكثر أنه مثلا نفس الشي يصير لك الكبد الدهني لحين عندك الالتهاب ممكن يتحول إلى الكبد الدهني فننصحك أنك تأخذ أغذية نفس الشي مطبوخة قيدا يعني ما تأخذ أغذية شبه مطبوخة أو شبه نيئة عشان تتقنب نفس الشي بعض الأعراض تأخذ بعض المكملات ممكن يوصف لك الطبيب مثل فيتامينات سي أو جيم حتى نفس الشي تكون مضادات للأكسدا نفس الشي تتقنب يعني تأخذ بروتين كافي يعني بروتينات بكميات كافية ويكون أفضل إذا كان من مصادر نباتية وإذا مصادر حيوانية يعني بس تكون بكمية أقل بس تأخذ كميات كافية من البروتينات يعني مثلا على حسب وزنك هو عنده سمنة هو الحين عنده سمنة لكن عن المهم شي هل الوزن ضروري ينزل يساعد في تنزل الوزن يساعد عنده أيوة يعني كما قلنا لأنه مصاب بالالتهاب الكبدي ويكون عرضه أنه يصاب بالكبد الدهني فتخفيض الوزن هنا عنده أمر ضروري جدا أنه يخفض وزنه لأنه إذا خفض وزنه تنخفض مثلا كميات الدهون أو الدهون الثلاثية اللي رايح الكبد لأنه الحين هو فيه عنده خلل يعني في الكبد عنده التهاب يعني بالصح الحمد لله يعني طبعا مستقر وكذا بس يعني عشان يحافظ أنه ما يصير له أمراض أخرى أو أعراض أخرى للكبد أنه يأكل الوجبات اللي قليلة في الدهون يعني لأن الدهون ليش نحن نركز على الدهون أول شي لأنها هناك تمثيل في الكبد ثاني شي لأنها تعطي ضعف السعرات الحرارية اللي يعطيها البروتين ويعطيها الكربوهيدرات بأنه مثلا غرام واحد من الدهون يعطيك تسع سعرات حرارية بينما غرام واحد من الكربوهيدرات يعطيك أربع سعرات حرارية فنحن ننصحك أنك تاكل وجبات صغيرة منتظمة غنية بالألياف بالخضروات طبعا ما فيك سكر إن شاء الله وقال ما عنده مشاكل صحية يعني المريض السكر يقلل يعني يركز على أنه كمية الفواكه لياكلها في كل وجبة هو يأخذ يركز على الخضروات مثلا نصحنا يكون خضروات عساس أنه لما يجي يعني ينقص وزنه يساعده يحس بالشبع أكثر يمتنع عن العصائر ممكن يعني يأخذ زين في الطاقة لكن هو وزنه زائد فهنا يعني ما نصحة أنه بس يأخذ تغذية متوازنة عشان يحافظ على على أقل وزنه أو ينقص وزنه بالعكس يعني واستمر في موارسة نشاط بدني على أقل خمسة أيام في الأسبوع ستين دقيقة أزين عندي ناصر ناصر طبعا أنا برد عليك إن شاء الله بعد التقرير الطبي من الدكتور رياض نشوف إيش محضر لنا وإيش النصائح المميزة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وفي لمحة طبية صحية جديدة تعنا بصحة الصائم سنتحدث اليوم عن موضوع جدا مهم ألا وهو موضوع التدخين في شهر رمضان وكما يلاحظ الجميع بأن المدخن يكون أكثر عرضة للتعب خلال فترة تهار الصيام ولذلك يجب عليه أن يستغل فرصة الصيام للإقلاع عن التدخين وتحويل الإقلاع عن التدخين من محاولة إلى عادة وكل هذا وذاك يمكن تحقيقه إذا ما استغل الصيام لهذا الغرض وبالتالي تتحقق للمريض أو للشخص الصحة النفسية والراحة الجسدية وللشخص الراغب في الإقلاع عن التدخين يتوجب عليه اللجوء لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والتي تقدم المشورة الطبية اللازمة للمدخنين للإقلاع عن التدخين سلمنا الله وإياكم وعفانا جميعا الوقت مر ما أعرف كيفي يعني بسرعة الوقت يعني بواقع عندنا بس دقائق دقائق قليلة جدا نحن على ما أعتقد غطينا موضوع الدهون الكبد أيوة تقريبا أيوة والتغذية وكل ما تكلمنا عنه دعني أرجع على ناصر حين ناصر قاعد ينطر يقول له كوت يمكن نساني ما لسيتك هذا تشوف ناصر شنو قال اسمه الصيمة الصيمة هذه يسمونه بالإنجليزي بالعربي يسمونه السمانة البطاط يعني الاسم المشهور معترف به رياضيا يسمونه السمانة والبطاط إذا أنت تروح عند أي مدرب مثلا يقوله السمانة والبطاط شوف هذه كيفتي في عدة أسبابتي يعني لما أنت تبارس الرياضة تبسكت تتحجر هذا كل مكان هذه المنطقة كلها أربطة وعضرات كيف تنصاب هنا كيف الإنسان ينصاب أول شي قلة اللحماء قد يكون أنت ما حمت مشيت تقريبا خمس دقائق كان زين مكمل خمس دقائق على ما أعتقد أنت ماكملت خمس دقائق على طول هرولة هذا أكبر غلط فيفضل أنك تمشي تقريبا أول ربع ساعة أول خمس دقائق ماشي عالي بعد خمس دقائق ماشي أسرع خمسطعش دقيقة تكمل خمسطعش دقيقة تمشي سرعة سرعة بعدين تهرون هذه نقطة الأولى نقطة الثانية قبل تثمر هذه التبارين تعمل إطارة عضلة أنا بسي حركة ما عليش بنخرج بقوم هنا شوي حين حاليا أنت عندك هالمنطقة هالمشكلة هنا عندك المشكلة هذه المنطقة أثني رجلك الأمامي ومد رجلك الخلفي الأمامي اللي عندك الأصابة فيها مثلا هنا هالمنطقة هذه الرجل أثنيها والثاني مدها لما تمد رجلك تقريباً عشرين ثانية هذه المنطقة إذا ماسكتك كذا راح بترتخي يعني تعمل كذا وتنتظر تقريباً عشر ثواني وتبدل نفس الحركة تسوي كذلك تنتظر عشر ثواني فإذن هذه طبعاً النقاط واي مهمة إطالة العضل أعمل هذه الطريقة برجلين عشرين عشرين ثوانية راح تفك عندك لأن الدم ما قاعد يجري ذاك المكان فصار رضع عندك في العضل الدم ما قاعد يجري إذا الدم ما يجري تحس ألم قوي تتحجر أو حاول تدهن بأي كريم أو أي شي فهذه هذي بس الطبع من هذا عادي ثاني شي الحذاء قد يكون الجوتي عندك مو رياضي جوتي اللي عندك مو صحي أو جوتي ممكن الكعب موالي ضعيف فأنا أتمنى أنك تأخذ جوتي كعبة متين فأتمنى أنك فهمت وحاولت كثير من شرب السوائل وبعد 15 دقيقة اركض لا تركض في البداية حمي عدل حمي أنا متأكد هاي قلة الأحمام يصير يصيرها المشاكل كلام سؤال المسابقة طبعاً نحبين نوجهه شكر كبير للضخم للرياضة نحن يخذنا السؤال المسابقة محمد الله قدنا سؤال المسابقة طبعاً لا الأسبوع القادم إن شاء الله راح بن نعلن فوز الجائستين إن شاء الله مال هالأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله عندنا جائستين راح نعلن الفائز إن شاء الله أتمنى الحلقة عجبتكم طبعاً شاكرين لك ياستاذة فتحيها أشكراك كوت إذن نلقاكم بكرة غداً في نفس الموعود في نفس الوقت ودائماً أقول دير بارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر